المستحيل في بريطانيا أصبح ممكنا هذا ما أكده ولي العهد الأمير تشارلز فبعدما أنهى فترة الحجر الصحي جراء كورونا افتتح عبر دائرة تلفزيونية عن بعد مستشفى بلندن في مركز ضخم للمؤتمرات المشفى مخصص لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا وقد أقيم المستشفى بمساعدة الجيش خلال تسعة أيام فقط وهو منزود بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين وسيكون بإمكانه في نهاية المطاف استيعاب نحو أربعة ألاف مريض قابلين للزيادة وهو المشفى الأول من ستة مستشفيات جديدة ستقام في مختلف أنحاء بريطانيا لمكافحة الوباء الذي بلغ عدد ضحايا في البلاد نحو ثمانية وثلاثين ألف مصاب مقابل أكثر من ثلاثة ألاف وستمائة وفاة وسبب تلك الأرقام انتقادات بريطانيين للحكومة اتهمها بالتأخر في فرط حجر صحي على السكان خاصة بعدما أعلن عن سبعمائة حالة في يوم واحد ووسط تحذيرات من بلوغ الوباء ذروته في الأيام القادمة وعدت الحكومة بمضاعفة عدد الفحوصات عشر مرات خاصة لطاقم الطبي كما أعلن رئيس الحكومة بوريس جونسون الذي يخضع للحجر الصحي بعد إصابته بكورونا أعلن تمديد فترة الحجر الذاتي لسبعة أيام أخرى لأنه لا يزال يعاني من الحمى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر